توافقت لجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة عادة هيكلة الدعم على ضرورة إجراء دراسة متعمقة لإمكانية خضوع المساعدات وأوجه الدعم لحساب موحدة عقدت اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب برئاسة سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عقدت اجتماعها بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الوفد الحكومي للجنة الفرعية كما حضر الاجتماع سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وممثلو الوزارات والهيئات ذات العلاقة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أكد ثقته بأن التعاون المثمر مع ممثلي سلطة التشريعية والذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية وتطلعات مجلس الوزراء الموقر سيفضي إلى الخروج برؤية موحدة تعكس طموحات المواطنين وذلك بشأن التوصل إلى وضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه بصورة أكثر كفاءة وجودة للمواطنين وعلى الأخص الأكثر استحقاقا وحاجة وذلك من خلال توحيد المعايير والشروط بما يضمن وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها وفق أسس مدروسة تسهم في تعزيز الحماية والضمان الاجتماعي للمواطنين والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل السياسة الحكيمة للحكومة الموقرة مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الجهود ستصب في مصلحة المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي المباشر حيث ستمهد الأرضية المناسبة لتحسين وجودة نظام الدعم الحكومي بما يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في استقرار وتنمية الأسرة البحرينية مؤكدا ضرورة دعم وتعزيز ثقافة المجتمع التي ترمي إلى الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية والاندماج في سوق العمل من جهته ثمن سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بسرعة استجابة الطرف الحكومي من خلال تزويدهم بالمعلومات المطلوبة في أقل من أسبوع مؤكدا بأن سادة أعضاء اللجنة الفنية من النواب والشوريين طرحوا على الجانب الحكومي أسئلة إضافية واستفسارات مهمة لتأسيس محاور عمل اللجنة مستقبلا جاء على رأسها ضرورة أن يضع الجانب الحكومي تعريفا محددا للدعم المقدم للمواطنين وتحديد الحد الأدنى من الدخل اللازم لكي يعيش المواطن البحريني حياة كريمة وتحديد معدل وسيط الدخل للأسرة البحرينية ناهيك عن تحديد الحد الأقصى لدخل المواطن المستفيد من الدعم وأضاف فخر بأن اللجنة الفنية تمدت الجانب الحكومي ببعض الطلبات التي على أساسها سيتم تحديد محاور عملها وهي تحديد الآليات والتدابير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي وضوابطه وشروطه وحصر جميع أنواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والإحصائيات والبيانات والأرقام المتعلقة بموضوع الدعم وحصر جميع مرئيات الأعضاء التي تم التوافق بشأنها وتحديد آلية للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه وخلال الاجتماع تم استعراض أنواع الدعم الحكومي الحالي والمشمولة بنطاق عمل لجنة إعادة هيكلة الدعم النقدي المباشر الموجه للبرامج الاجتماعية وشروط استحقاقها والمعايير التي تمنح على أساسها تلك المساعدات وذلك بهدف إجراء تقييم وتحديث وتحديد لأوجه التطوير المنشود وضمان تحقيق المزيد من أوجه الدعم للمواطنين الأكثر حاجة والأكثر استحقاقا والعمل على ضمان جودة وكفاءة الأنظمة المطبقة وتحقيقها لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان استمرارية هذه الأنظمة وقدرتها المستقبلية على استيعاب الطلبات الجديدة التي يتقدم بها المواطنون المستحقون للمساعدات الاجتماعية المختلفة من ضمان اجتماعي وعلاوة غلاء ومخصص إعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وعلاوة الإسكان والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم وتم التوافق على ضرورة إجراء دراسة متعمقة لإمكانية خضوع هذه المساعدات وأوجه الدعم لحساب موحد يتم من خلاله حصر إجمال الدعم الذي تستلمه الأسرة الواحدة وتحديد الفئات المستحقة مع أهمية تحديد سقف الدخل المادي الأقصى للمستحقين ومعايير استحقاقهم لبعض أنواع الدعم النقدي المباشر الموجه للبرامج الاجتماعية والمقدم من الحكومة كما تم التوافق على الحاجة إلى استكمال وتحديث الربط الإلكتروني بين بيانات مستحقي المساعدات الاجتماعية وبين بيانات التوظيف في قطاع العمل خاصة في ظل ما يشهده سوق العمل مؤخرا من تجشين جملة من المشاريع التطويرية التي قامت بها الحكومة الموقرة والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمالة الوطنية في سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص مثل مشاريع دعم الأجور للموظفين الجدد ومشاريع رفع وتحسين أجور الموظفين القدامى وبرامج تأهيل وتدريب لرفع كفاءة ومهارات العامل البحريني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل